غزي المحلة النهاردة فاز على أسوان 1-0 هدف لأحمد الشيخ في الديئة 90 أحمد الشيخ النهاردة خلص على أسوان خلص عليه خلص عليه ليه؟ أنه أسوان المباراة الثالثة على التوالي بيخسر المباراة الأولى خسر قدام الاتحاد في اللحظة الأخيرة خسر بعد كده قدام النادي الأهلي وده نتيجة منطقية وطبعية خسر النهاردة في آخر دقيقة ليه بقى بقولك خلص عليه عشان أسوان كان الطرف الأفضل كان اللي بيهاجم أكتر كان هو اللي مسيطر أكتر على المباراة كان هو اللي ضاغت أكتر أحمد الشيخ على فكرة الهدف الثالث في ثلاث مباريات متقلق جداً مع غزل المحلة هدف قاتل جداً 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 وعشان كده بعد المباراة أسوان أعلن رحيل الكابتن ربيع ياسين عن تدريب الفريق المدير فاني الفريق رحل بالتراضي عن الفريق وأيضاً رحل هيسم عرابي المدير الرياضي للفريق بص بقى لما مشي ربيع ياسين ولما مشي هيسم عرابي بدأت الناس تتحدث عن أنه الصفقات اللي عملها أسوان كانت صفقات بين كوسين كده مضروبة وأنه كابتن ربيع ياسين ممكن يدرب في الدرجة التانية لكن ما يدربش في الدولة الممتاز كل واحد بقى دايماً في الظروف اللي زي دي يقدر يقول اللي هو عايزه بس هقول لك حاجة عشان بصراحة الصدفة قاضتني أن أنا شوفت ثلاث مباراة بتوع أسوان يعني عادةً إحنا بنتفرج على عدد كبير من مباراة الدولة بس في مباراة ممكن تقع مننا بطبيعة الحال يعني بس أنا تفرجت على ثلاث مباراة بتوع أسوان تفرجت على الاتحاد وفرجت على الأهلي وتفرجت على مباراة النهاردة قدام غزل المحلة بصراحة شديدة؟ لأ أسوان بيواجهوا سوق حظ بصراحة قدام الأهل لو تفتكروا عمل مباراة محترمة قدام الأهلي قدام الاتحاد عمل مباراة محترمة جداً وخسر في الدقائق الأخيرة برضو نهاردة هو الطرف الأفضل في كل شيء من غزل المحلة وخسر المباراة أحياناً يا جماعة وأنا بقبل أو يعني بققول رأيي للسادة إدارات الأندية لازم تحط في اعتبارك وأنت بتقيم ما تبصش بس عن نتيجة بص هل الفريق قدم مباراة جيدة ولا لا هل الفريق في التصاعد ولا لا هل الفريق واجهه سوق حظ ممكن يتحول بعد كده لحظ جيد ولا لا أنا مش بتكلم على قصة كابتن رابي عيسين أو هيسة مرابي أو تجربة أسوان تحديداً أبتكلم بشكل عام بلاش التقييم بالنتائج مع حضراتك دلوقتي لما هتمشي مدرب كان يبدو كان يبدو أنه عارف يكون فرقة كويسة يبدو أنه عارف يكون فرقة كويسة أنا بقول يبدو ليه لو أعلم برضو بالغيب كان هيبقى فيه إيه بس المنظر في التالة البردات بيقول أن أسوان ما كانش فريق مهلهل ما كانش فريق سيء ما كانش فريق بيعمل كوارث فنية ما كانش فيه ده أكيد فيه نواقص وكان ينفع تكتامل أنا بقول الكلام ده ليه أنت بتعرفش المدرب اللي جاي أقول لي أنت هتختاره ما ربما مش هو اللي اختار اللعيبة مش هو اللي جاي باللعيبة ديت هي يقول لك والله أنا اللعيبة دي ما اخترتهاش فأنا مش عارف أتعامل معاهم طريقة لعبة مختلفة عن اللعيبة اللي موجودة وخلافه كمل شوية تلت مباراة أولي الأوى جماعة أوي تلت مباراة لأي فريق في العالم أوليلة أوي خاصة لما يبقى فيهم يعني مثلا مباراة الأهلي أسوان خسرة احنا من الكلام على الورق وخسرة عملية خلاص دي اللي أهلي مفهوم يعني مباراة الأولى للتحاد اسمه تاريخه ومتمرس في الدوري واسمه كبير فبرضه ممكن نقول عادي رغم أن أسوان في المرأة دي كان جيد بس برضه نقول عادي النهاردة هي المباراة اللي ممكن نقول لا أسوان كان المفهود ياخد فيها سلس نقاط قدام غزل المحل ممكن نقول للمنافسة وإن كان غزل المحل عامل موسم حتى الآن رائع جدا دي أفضل بداية لغزل المحل سبع نقاط في ثلاث مباريات مع بابا فساليو عامل أداء رائع جدا بس ممكن نقول أنه الرؤوس قريبة من بعض رؤوس متساوية شوية فأسوان ممكن يكسب وده اللي عمله أسوان النهاردة ولعب مباراة كبيرة قدام غزل المحل فيه سوق حظ فيه سوق حظ لو الكرة بتاعتبونا في مباراة الآن دي دخلت لو كرتين في مباراة الاتحال لأسوان دخلوا لو النهاردة ثلاث أربع كرات لأسوان دخلوا النهاردة في غزل المحلة كنت هتقول بقى لا دي أسوان عمل صفاقات رائعة والمدير الفني كبير ورائع وكان فين الكابتن ربيع من زمان في الدوري شوف حظ شوية حظ شوية حظ بيغيروا مصيرك لكده يا كده يتبقى برة يتبقى أعظم حاجة في الدنيا عشان كده الحظ ده الجماهير هي اللي تتكلم عنه لكن الإدارات تتحدث عن اسلوب وطريقة شغل وتعامل ده رأي ده رأي على كل الأندية بقى عشان فكرة من كل ثلاث ممتشاط هنغير المدربين ده خلصنا احنا في 2022 داخلنا في 2023 كلام ده كان يحصل في الستينات حصلش دلوقتي فقول ان احنا أكثر دراية وعلما بالأمور ده بالنسبة لنادي أسوان اللي أعلن أيضا انه بصدد تعيين جهاز فني جديد خلال الأيام القليلة المقبلة طيب